قصفت ميليشيات الحوث الإجرامية ثلاثة القرى السكنية في الأطراف الشرقية لمطار الحديدة ضمن سلسلة جرائمها اليومية ضد المدنيين وأفادت مصادر محلية أن القرى السكنية الواقعة شرق مطار الحديدة جنوب المدينة تعرضت لقصف بصواريخ الكاتيوشا من قبل ميليشيات الحوثي ووفقاً للمصادر فقد بث القصف خوفاً ورعباً في أوساط الأهالي مما قد ينذر بنزوحهم نتيجة القصف العشوائي والهستيري للميليشيات من أماكن تمترسها وتواصل ميليشيات الحوثي خرقاتها وجرائمها الممنهجة بحق المدنيين في مختلف مناطق امتداد الساحل الغربي في ظل صمت وتغاضي الأممي مريب